من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني الرجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل مرة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكنا له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد بيد الخير يحيي ويميته ولا قلوش عن قدير إزدائقوا حبايبي يارب تكونوا بخير النهاردة إن شاء الله هشارك اليوم بتاعي الروتين النهاردة يوم السبت طبعا مبارح كانت جمعة فحباب قلبي اللي كانوا منتظرين مني فيديو الروتين لم تلعيه لليوم الجمعة فأسفة جدا أنا صورتوش ولكن قلت هنزل النهاردة برضو عند حماتيو هصور اليوم بتاعنا عشان خاطركم ولكن هنزعينا منكم ليه اعتاب وهقولكم من دلوقتي ليه بصوا ما شاء الله كده احنا هنعمل يعني مقدار تلت ثواني فأنا هنا ضفت عشر بدات من البيض البلدي طبعا البيض البلدي بيبقاش فيه زفارة زي البيض اللي هو بتاع السوبر ماركت الأحمر أو الأبيض وبيكون طعم أحلى وفيه غزة طبعا تمام فحطت هنا عشر بدات وحطت عليهم فانيليا من الأكياس اللي هي بنشتريها جاهزة دي وبحط بقى بشر برطقان بشر برطقان بيمنع أي زفارة وكمان بيديك طعم أو ناكت البرطقان اللي موجودة فيه تمام خلطتهم كده لقو بالمضرب الكهرباء وبعد كده هضيف تلت كبيات من السكر تلت كبيات كباية كباية كده وبقلب لما الخليط بقى هتلاقي معاك كريمي كده وجميل هنزل بتلت كباية من الحليب طبعا كل ده بيكون بدرجة حرارة المطبخ يعني بتطلعي لو الحليب في التلاجة تطلعي لو البيت كان في التلاجة تطلعي ياخد درجة حرارة المطبخ حشان ما بقاش سائع دلوقتي هضيف بقى الزيت حطيت كباية ونص من الزيت ومعايا تلت معالق كبار من السمن البلدي يعني يا سمنة يا زبدة تمام حاجة بتطعام لك الموضوع كده بتديك القوام حلو قوي للكيكا فانا طبعا دفتهم الأول وسيحتهم السمن عشان كتجمدة من الجو وحطتها على طول تمام خلاص كده كل الموضوع تمام من نفس الكباية اللي بعير بيها عيرت بها كله تمام دلوقتي معايا كيلو من الدقيق كيلو من الدقيق اللي هو الطحين طبعا النخلة كويس وهضيفه دلوقتي على الخليط بصوا بقى الكيلو يا جماعة حطيته كله إلا كباية يعني فاضل كباية واحدة بس لما حطتش حطيت حوالي 6 كبايات حطيت 6 كبايات مليانة طبعا الكباية دي كبيرة شوية مش كباية الشاي لا دي كباية الميا فمنها 6 كباية يعني كله صنية لها كبايتين من الكباية دي وحطيت هنا 3 باكت من البيكنج باودر اللي هو حوالي الكيس بباستاشر جرام بيكنج باودر أو خامرة الحلويات طبعا تبفروض تقلبيه الأول معديه بس أنا يعني اتلخمت شوية في التصوير وكده فحطيته دلوقتي مش مش مشكلة يعني فاضفته معاه آخر بقى حاجة خالص بعد ما أقلبت بحط الخل الخل مكون سحري جدا في الكيكا بيخديها هشاشة وبديها لون فاتح يعني مقاوم حلو يعني وبديك يقاوم حلو في الكيكا حطيت كده معلقتين كبار منه وخلاص كده ضربتهم برضو بالمضرب للآخر كده الكهاربا وجبت 3 صواني وبطنتهم من الأول بديه يعني مسحة سامنة كده بسيطة بالفرشة وبعد كده ببطن بديه وتعفريه وتقومي كبة دي تاني يعني شوية دي صغيرة وهابدأ أضيف كده الخليط وهوزعه في الصواني طبعا مشغلة بقى الفرن بره اللي هو الكبير هنشوف كده مع بعض نعم والله الشامس بسم الله ما شاء الله ما تقعد والله تتشمس هنا كده يعني سبحان الله مبارح الجو كان مطر واول مبارح ويعني من يوم الثلاث لغاية الجمعة والجو هوا زي ما انتم عارفين العواصف وانطار فهنشوف بقى دلوقتي هنا الكيكا هنطبعا بسوف الفرن للعادي ده اهو بسم الله ان شاء الله بسه شايفها بصوا انا هنا كده اختبرتها طبعا بسكينة هي مستوية بس هو معالش عشان المفروض اصلا ما يتسواش في الفرن زي كده عايز الفرن اللي هو بيكون مقفول عليه فرن يبت جزيت يعني عادي آآ بس يعني هتطلع بقى من الجنب وجنب لأ والكلام ده بس هي مستوية ومنفتاحها برضو هنا دي لسه بس عايز اوش تحميل بصوا هي عالية ومرتفعة بس زي ما لكم بقى ساعات بتفتح كده من الجنب وكده عشان تسوية الفرن طبعا بس ريحتها بسم الله ما شاء الله تبارك الله اللي هو البرحتها جميلة بقى من البرتقان وكده يعني دلوقتي ههو الضهر خلاص بحزن وهنروح بعشان نولع دلوقتي على آآ الغد عشان نستوي يعني هنشوف دلوقتي طعمها عالفكرة جميل جدا والهشة كده بتشيلها خفيفة قوي ويتعمها حلو يعني بصوا الغد بقى بتاعنا احنا هنعمل كده فتة لقمت فتة بسيطة قطعت العشو حمصته تحت الشواية بحيط السمنة صغيرة بدل ما قلبه على البتجاز بياخد سمنة كتير ده بقى كان قبل ويوم ده كنا عاملين محشي تمام فاحنا حشينا هنا طبعا عاملين اكل كفينة يومينية عملنا مبارح وهي حشنا حلة كده معتبرا نسوها لتاني يوم بدل ما نجي تاني يوم نفكر هنقول هنعمل ايه اه دي كده تاني يوم دي الحلة اللي حشناها في التلاجة محشية وجهزة وكل حاجة وهنبدأ دلوقتي نسقيها بالشربة شربة اللاحبة بتخلي طعم المحشي يعني ببقى حل كنا عاملين يعني مبارح وفيه بقى اللي فويد من النوب مش عارفة ايه فهبدأ دلوقتي اسق المحشي نحطه يستوي وفيه ناس مش عايزة محشي عايزة فتة فبنعمل كده لقمت فتة اوها عامل نعمل شربة لسانة عصفور معايا وسهلتها ونمشي اليوم بتاعنا بصوا بقى يعني عايزة اقول لكم على العتاب يا جماعة انا عملت صفحة على تيك توك ونزلت فيديو بس ده مش اول فيديو يعني نزلت في مقاطع وفي فيديو نزلته باسم انا ان شاء الله جاب مية وخمسين الف مية وخمسين الف مشاهدة على تيك توك في يوم واحد ويعني خلال مدة قصيرة جدا خلاص دخل على الف مشترك فعايزة اقول لكم انتو فين التفاعل انا بلازل هنا على اليوتيوب ومعايا مشتركين كتير مفيش حد بيدوس اللايك محدش بكتب كومنت ما بتعملوش مشاركة مفيش تشجيع يعني ايه ده يعني تيك توك طلع احسن من من هنا من اليوتيوب ولا ايه يعني بقول لكم بتنزلي فيه ماشاء الله على المشاهدات وعلى المشتركين وفيه تفاعل وفيه كده بتحس بفرحة كده يعني انا حاسة ان انا اليومين اللي فاتوا دول بقيت مع تيك توك احسن انا كنت الاول مفكرة ان تيك توك بس لما زي كنا اخذين في فكرة او كلنا يعني في الاول كل اللي بدأ عبارة عن هما بيمثالوا الاغنية يعني شغالوا اغنية وبيبدأوا يمثالوا حركات وكده يعني فكنا بنقول هو تيك توك بس للرأس والغنى وخلاص لكن ما شاء الله اكشفت فيه حاجات حلوة كتير يعني فيه ده كترة واخصيين وفيه فيديوهات جميلة جدا ومفيدة وفيه حاجات كرآنية واحدة وناس كتير من على يوتيوب برضو بيعملوا هناك وصفات طبخه وبعملوا روتينات وحاجات كويسة ومفيدة فزي ما انت بتتفرجي بيجيلك المقترح مفيد او حاجات من تانية ده بينفع كده يعني متابعين التيك توك بيقدروا الفيديو وبيقوموا بالواجب وبيحطوا اللايك والاعجاب والتعليقات وانتوا هنا ما بتقوموش بالواجب كده بزمتكم يعني مفروض اسعل ولا مزعلش بقى انا بقى سايباكو وضمركو انا بحبكم في الله وسلوا ان شاء الله فيديوهات تانية جاية جديدة ومفيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا الفياعين بالخضار وكده بيلفه وببتاحت البيت والسعر كمان ببقى رخيص لان السوبر ماركت او المحل بياخد ايجار وكده ببقى اغلى لما اللي بيلفه بالعربيات والحاجات دي بيكون ارخص يعني اشتركوا في القناة